لا نشك أن بعض المسلمين قد يكون لهم تحفظ على بعض ما يصنعه الإخوة المرابطون على أرض فلسطين حماية لأرواح المسلمين ودمعهم لكن كثيرا من مشاهير وسائل التواصل أو لنقل منافق وسائل التواصل إنما يسيرون في ببان واحد مع منافق عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولا يكفون غمزا ولا همزا ولا طعنا في ذمم المسلمين المرابطين على أرض فلسطين وهم أحوج ما يكون إلينا في هذه الأيام إلى دعم مادي ومعنوي وإليكم أبرز صفات منافق وسائل التواصل لا يكف منافق وسائل التواصل عن مشابهة منافق العهد النبوي بالتخذير الدنيء للمرابطين على أرض فلسطين أو لكل من يريد أن يدعمهم وقد تجد من المسلمين من هو سماع لهم ولا أوضع خلالكم يبهونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يحمل منافق وسائل التواصل قادة الجهاد على أرض فلسطين ما يحصل من إراقة دماء وهي بطبيعة الحال متحصلة عند الدفاع عن الوطن هي ذاتها التي كان يقولها منافق العهد النبوي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا شماتة بمصائب الشعب الفلسطيني ورقص على جراحاتهم هذا ديدن منافق وسائل التواصل وهو خلق منافق العهد النبوي وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يدعم منافق وسائل التواصل كل مشروع جبن أو خور يقوم به متبوعوهم من أهل الاستبداد والساسة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة منافق وسائل التواصل قد يظهرون على صورة سياسي أو مفكر أو فنان أو حتى شيخ دين قال ابن المبارك وهو يتكلم عن منافق العهد النبوي ومنافق كل زمان وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبى رسوء ورهبانها فباعوا النفوس ولم يربحوا ولم تغلوا في البيع أثمانها ترجمة نانسي قنقر